الى حدود اليوم تم رفض ازيد من 250 تأشيرة للسائق المهني هناك نحضره على التأشيرة المهنية مؤخرا طلقنا مجموعة من الشيكايات لدى المؤسسة النقلية بجهتنا وداخل المقر الجمعية فى حدود الساعة تم رفض ازيد من 250 تأشيرة لدى القنصلية الفرنسية وازيد من 100 تأشيرة لدى القنصلية الاسبانية فمن تدعية هذا الرفض من هذه الاشكالية هو النقص الحد لدى السائق المهني نحضره على السائق المهني الشوفر البروفيسيوني لانه اللي عنده تجربة لولوج الاراضي الاوروبية ولعرفة بالسياقة الدولية الانعكاسات هو انه الشركات النقلية الوطنية احنا استطمرنا امواله كثير فهذا الشأن يعني عندنا التزامات تجاه السائق عندنا التزامات مع البنوك عندنا التزامات مع الضمان الاجتماعي عندنا التزامات مع الشغيرة دينا يعني هذا يؤثر على الشركة النقلية أما بالنسبة لاقتصاد او المنتج الوطني كذلك عرفوا كيف نحن دبا في بداية الموسمنا التصدير الفلاحي في اتجاه الدول الاوروبية فالفلاح ستمر اموال كثيرة كثيرة بزاف فهنا كيترح مشكلة للنقل في شكون هذا اللي غد يوصلها للزبون بالدير الاوروبية هذا اشكال كبير ولكن اكيد سيلتجئون للأسطول الاجنبي وهنا كيترح مشكلة تكافؤ الفرص من ديك الاتفاقية تبادل التجاري وتكافؤ الفرص هنا كيتضرر الشركة النقلية الوطنية بصفة عامة شكرا ودرنا هذه المبادرة هذه لأولا لإصال صوت دينا المسؤولين وكذلك للرأي العام الوطني لإيجاد حلول وحالة هذه المعضلة هذه وطبعا احنا كنترجى وخير خاصة في الحكومة الجديدة التي تم تعينها من طرف جلالة الملك مؤخرا ونحن في انتظار ولو ان الوقت بدأ يضيق لنا لانه الموسم تصدير الفوكه والخضار ابداء ومن دابا ان شاء الله واحد للعشرين او الى خمسة شرين غادي وصلت دير وديالهم دير وديالهم يعني الموسم تصدير غادي وصلت دير وديالهم واحد العدد ديال الناس ديالنا دابا عندهم تقريبا حوالي بلا من بالغ ثلاثة ديال العصول ديالهم واقف علاش لانه ما كيش شيرا ديال السائق اللي غايسو هاد الشاحن هادي يخرج بها الدفاع الاخرى كيديرو مبررات لا علاقة لا علاقة لها بالواقع لانه كيقولك مثلا ظروف اقامة غير واضحة او لا غير غير مفهومة واحنا كنعرفو بانه السائق لا كيعيش في شاحنة دياله الشاحنة دياله مجهازة من الكل وهي طبعا هذه الظروف ديال العمل دياله هي نفس الظروف اللي كيعمل في السائق الاوروبي عنده فراشو في الكيناس عنده تلاجة دياله في كيدي المأكولات دياله عنده امتتة كويزين يعني ضروف العمل اللي هي مطابقة لما هو متعرف عليه في اوروبا يعني ما كيحتاج لا اوطيل لا اوبرج لا تحاجة وبالنسبة للا بريزون شاجو هذا رسيد راك يمشي عنده بالنسبة للمصاريف دياله عنده ديري لهم لي كارت فيزا يلا خصو المازوت يزيد بالكارت فيزا البارك يخلصوا بالكارت فيزا يعني هذا غي كما كتلك مبرر واهي لا علاقة له بالواقع طبعا هناك نقوله بانه تصرفت اموال كثيرة من عجل النهوض بالقطاع الفلاحي في بلاد ديالنا ونتمنوا بانه تثمين دياله اللي بحث على الاسواق اللي هي ضرورة احتمية نشوفوا بانه جاء الوقت بانه تعطى وقت كبير لهذه الناس هادوا باش يلقوا الحل لهذه المشكل ديالهم فيما يخص الشراء ديال المهنيين في هذا القطاع باش المنتجات الفلاحيات نشيب السلاسة من المنتج وكذلك توصل الى اسواق خارجيه وكذلك من النساء وشي بانه لا تلعب دور كبير في جلب العملة الصعبة واتمنوا الوزارة الوصية تأخذ بها اعتبار هذه المشكلة واتدخل فيه لانه احنا في بداية الموسم ديال تصديرات ديال منتجات ديالنا الفلاحية يعني انه تدروه من هنا على اقل من هنا الشهر 11 يعني هنا ثلاثين يوم تقريبا غادية تكون تدروه ان شاء الله وانتمنوا التوفيق لجميع الفلاحة وانما ناخدوا بها اعتبار بانه اقونا المشكلة دا كبير لازم تدخل في اصل الوقت قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو فلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية